اشتركوا في القناة على بركة الله الحق في بيئة سليمة ألاحظ وأتوقع السؤال الأول أذكر بعد ما يهدد البيئة ما يهدد البيئة ما يهدد البيئة عندنا التلوث الاحتباس الحراري الحرائق اجتياث الأشجار والرعي الجائر زحف الرمال كذلك التصح ما يهدد البيئة التلوث الاحتباس الحراري الحرائق اجتياث الأشجار الرعي الجائر زحف الرمال والتصحر ما المشارك بين المشاهدين إذن حاولوو نشوفو نلاحضو المشاهدين ونشوفو كاللاحضو هنا في المشاهد الأول أطفال ينظفون البيئة كما كنت شوفو كاللاحضو كيجمعوا أزبال هنالك سلة الأزبال كيجمعوا في هذا المشهد الثاني عندنا رجل وطفلة هنا الرجل كيبانا كيشتطب امام المنزل عندنا سلة الازبال كذلك عام رأي كيشتطب زبل وكيخويف سلة الازبال اذا المشترك بين المشهدين هو تعاون الاطفال لتنظيف الحي وحماية البيئة والحفاظ على المحيط على العموم المشترك بين المشهدين هو تعاون الاطفال لتنظيف الحي وحماية البيئة والحفاظ على المحيط اربط بين العنوان والمشهدين اذا نربط بين العنوان والمشهدين لدينا العنوان اللي هو الحق في بيئة سليمة له علاقة بالمشهدين كما نراحظ في المشهدين اطفال ينظمون بيئتهم العنوان الحق في بيئة سليمة له علاقة بالمشهدين كما نراحظ في المشهدين اطفال ينظفون بيئتهم اتوقع افكار النص من خلال العنوان والمشهدين اذا من خلال العنوان اللي هو الحق في بيئة سليمة والمشهدين غاد نحاول نتوقع افكار النص من خلال العنوان والمشهدين التحديات والمشكلات المرتبطة بالبيئة والحلول الناجعة لسيانتها والمحافظة عليها وايضا حق الانسان في ان يعيش في بيئة سليمة وضرورة معالجة المشاكل البيئية لنعيد قلنا من خلال العنوان والمشهدين الافكار اللي يقدر يتحدث لي عن النص التحديات والمشكلات المرتبطة بالبيئة والحلول الناجعة لسيانتها والمحافظة عليها وحق الانسان في ان يعيش في بيئة سليمة وضرورة معالجة المشاكل البيئية اذا الان لنقرأ النص اقرأ النص من ابرز التحديات التي تتهدذ العالم اليوم المشكلات المرتبطة بالبيئة وما يأتي في اثرها من احتباس حرارين وزحف الصحراء على المناطق الخضراء وارتفاع درجات الحرارة ومشكلات الجفاف وشح المياه في كثير من بقاع العالم وازدياد الطلب على الغذاء لأعداد هائلة من سكان كوكب الأرض الذين لا يتوقف تزايدهم يوما بعد يوم كل هذه المشكلات وغيرها صارت تؤرق الإنسان المعاصرة وتدعوه إلى التفكير في أنجع الحلول لمواجهة هذه التحديات قبل فوات الأواني وتعتبر قضية المحافظة على البيئة وصيانتها من التدمير المدخل المناسب لحل كثير من هذه المشكلات فبعد قرون من استغلال الطبيعة بواسطة الصناعات المتطورة بدأ نوع من الاحتلال يعم متوازن الكون وما ينضوي تحته من إنسان ونبات وحيوان ومياه وتربة وهكذا بدأت أنواع حية وسلالات قديمة من الحيوان والنبات في الإنقراض وظهرت أمراض لم تكن معروفة من قبل وعمت تلوث البحيرات والأنهار والبحار والغلاف الجوي وأصبحت أجواء المدني مختنقة بالأغبرة والغازات الملفوضة من المداخن ومحركات السيارات لكن الخلل الخطير الذي تنبه العلماء إلى خضورته هو انخرام الغلاف الجوي المحيط بالأرض والمسمى بطبقة الأوزون بالإضافة إلى مشكلة الاحتباس الحراري التي أصبحت تهدد المجتمعات الإنسانية في واحد من أبرز مواردها التي تبقيها على قيد الحياة إنه الغذاء كانت أول خطوة في اتجاه مراعاة حقوق الطبيعة أو ما يسمى حقوق الإنسان في بيئة سليمة هي الندوة التي دعت إليها اليونيسكو عام 1968 ثم ترتها ندوة الأمم المتحدة الخاصة بالبيئة أو المحيط والمنعقدة في السوق هولم وقد ورد في هذه الندوة ما يأتي يتمتع الإنسان بحق أساسي في الحرية والمساوات وفي ظروف عيش مرضية وفي بيئة تسمح له بالعيش في كرامة ورفاهية وعلى الإنسان واجب متميز يقضي بحماية المحيط للأجيال الحالية والقادمة ثم تلتها ندوات أخرى تدعو كلها إلى حماية البيئة مما يهددها من أخطار بالإضافة إلى اعتبار خيرات البحار ومجالات الفضاء ثراثا بشريا مشتركا عاما من أبرز تلك اللقاءات الدولية التي اهتمت بمشكلة المناخ في علاقته بالبيئة مؤتمر تغير المناخ المعروف باسم كوب 22 الذي احتضنته مدينة مراكش بالمملكة المغربية شهر نومبر 2016 وما تمخض عنه من قرارات وتوصيات تهدف إلى حماية البيئة والدفاع عن حق الإنسان في محيط خال من الانبعاتات الغازية المتنوعة فالحقوق البيئية إذن ذات وجهين حقوق الإنسان على الطبيعة وحقوق الطبيعة على الإنسان فمن حقنا على الطبيعة أن نتولى الكشف عن أسرارها واستخراج خيراتها وطاقاتها لصالح الإنسان لكن من حق الطبيعة علينا أن نحميها من الثلوة والإنخرام والاستنزاف وبذلك نحدث توازنا بين مطالب الإنسان ومطالب الطبيعة وبين حقوق كل المتطرفين إذن كان هذا هو النص بعنوان الحق في بيئة سليمة تعرف على المصدر لهذا النص إذن أتعرف على مصدر النص مصدر النص هو اللجنة المشتركة المكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان نوعية النص ومصدرهما نوعية النص ومقالة حقوقية تتحدث عن الحق في بيئة سليمة مكفولة بها لجميع المواطنين وعليهم حمايتها من الثلوة وهي مأخوذة من الدليل المرجعي في مجال حقوق الإنسان صادر على اللجنة المشتركة بين وزارة حقوقي حقوق الإنسان إذن معلنا الآن لنمر إلى أسئلة الأسئلة المتعلقة بهذا النص لنجيب عليها أقرأ وأفهم أنمي معجم لغوي السؤال الأول آتي بشبكة المفردات لكلمة صناعة إذن صناعة أتيب بشي مفردات ديالة مثلا معمل مصنع آلات مثلا تقليدية صناعة تقليدية يد عاملة متعلقة بصناعة يد عاملة ولا صناعة متدورة أبحث في معجم لغوي عن معنى يونسكو إذن نشترح معنى ديال يونسكو يونسكو هي وكالة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة متخصصة في التربية والعلوم والثقافة تأسست عام 1945 وخمسة وربعين هدفها المساهمة في إحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين الدول الألم لها فرع في المغرب هذه هي يونسكو كما قلنا يونسكو هي وكالة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة متخصصة في التربية والعلوم والثقافة تأسست عام 1945 هدفها المساهمة في إحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول الألم لها فرع في المغرب أبحث في أحد القوامس عن معنى الاحتباس الحراري كذلك سنشرح معنى الاحتباس الحراري إذن الاحتباس الحراري هو ارتفاع في معدل درجة حرارة هواء الجوي الموجود في الطبقة السفلة من سطح الأرض من خلال امتصاص غازات الغلاف الجوي كثاني أكسل كربون للطاقة الشمس وحبسها بالقرب من الأرض مما يساهم في ارتفاع حرارة الأرض إذن قلنا الاحتباس الحراري أي ارتفاع في معدل درجة حرارة الهواء الجوي الموجود في الطبقة السفلة من سطح الأرض من خلال امتصاص غازات الغلاف الجوي كثاني أكسل كربون للطاقة الشمس وحبسها بالقرب من الأرض مما يساهم في ارتفاع حرارة الأرض ما أبرز التحديات التي تهدد العالم اليوم؟ إذن أبرز التحديات التي تهدد العالم اليوم هي المشكلات المرتبطة بالبيئة وما ينتج عنها من احتباس حراري وزحف الصحراء على المناطق الخضراء وارتفاع درجات الحرارة والجفاف وقلة المياه قلنا أبرز التحديات التي تهدد العالم اليوم هي لنعيد أبرز التحديات التي تهدد العالم اليوم هي المشكلات المرتبطة بالبيئة وما ينتج عنها من احتباس حراري وزحف الصحراء على المناطق الخضراء وارتفاع درجات الحرارة والجفاف وقلة المياه سؤال موالي ما المدخل المناسب لحل مشكلات العصر؟ كيف هو المدخل المناسب؟ لا تذكر في النص المدخل المناسب لحل مشكلات العصر هو المحافظة على البيئة وصيانتها من التدمير بشكل بسيط المدخل المناسب لحل مشكلات العصر هو المحافظة على البيئة وصيانتها من التدمير كيف انعكست هذه التحديات على سائر المخلوقات؟ إذن كيف انعكست هذه التحديات على المخلوقات كاملة؟ إذن انعكست هذه التحديات على سائر المخلوقات سلبا كاختلال التوازن البيئي وانقراض بعض النباتات والحيوانات وظهور أمراض لم تكن معروفة من قبل وانتشار كذلك ظاهرة التلوث في كل مكان إذن انعكست هذه التحديات على سائر المخلوقات سلبا كاختلال التوازن البيئي وانقراض بعض النباتات والحيوانات وظهور أمراض لم تكن معروفة من قبل وانتشار ظاهرة التلوث في كل مكان لنعيد انعكست هذه التحديات على سائر المخلوقات سلبا كاختلال التوازن البيئي وانقراض بعض النباتات والحيوانات وظهور أمراض لم تكن معروفة من قبل وانتشار ظاهرة التلوث في كل مكان السؤال الموالي إلى ما تنبه العلماء في العقود الأخيرة إذن في العقود الأخيرة على واش تنبه العلماء إذن تنبه العلماء في العقود الأخيرة إلى انخرام الغلاف الجوي المحيط بالأرض والمسمى طبقة الأوزون ومشكلة الاحتباس الحراري أيضا إذن قلنا تنبه العلماء في العقود الأخيرة إلى انخرام الغلاف الجوي المحيط بالأرض والمسمى طبقة الأوزون ومشكلة الاحتباس الحراري أيضا تنبه العلماء في العقود الأخيرة إلى انخرام الغلاف الجوي المحيط بالأرض والمسمى طبقة الأوزون ومشكلة الاحتباس الحراري أيضا نمر إلى أفكر السؤال الأول في أفكر عقدت مؤتمرات للدفاع عن حقوق الإنسان بالبيئة أذكر أهم التوصيات الصادرة عنها إذن عقدات المؤتمرات للدفاع على حقوق الإنسان البيئة أذن نذكر أهم التوصيات الصادرة عنها من خلال النص إذن أهم التوصيات الصادرة من خلال بعض المؤتمرات الصادرة للدفاع قلنا أهم التوصيات الصادرة أهم تصليات صادرة من خلال بعض المؤتمرات للدفاع عن حقوق الإنسان البيئية هي وعلى الإنسان واجب المتميز يقضي بحماية المحيط للأجيال الحالية والقادمة وكل هذه الندوات تدعو إلى حماية البيئة مما يهددها من أخطار والدفاع عن حق الإنسان في محيط خالي من الإنبياتات الغازية المتنوعة أهم تصليات الصادرة من خلال بعض المؤتمرات للدفاع عن حقوق الإنسان البيئية هي وعلى الإنسان واجب المتميز يقضي بحماية المحيط للأجيال الحالية والقادمة وكل هذه الندوات تدعو إلى حماية البيئة مما يهددها من أخطار والدفاع عن حق الإنسان في محيط خالي من الإنبياتات الغازية المتنوعة كيف نحقق توازنا بين مطالب الإنسان ومطالب الطبيعة من خلال الحفاظ على بيئة سليمة؟ iera كيف تنحق توازن بين مطالب الإنسان المتوازن بين كما يحتاج الإنسان والمطالب التي يجب أن يخذ الإنسان من الطبيعة كما يحتاج الإنسان إلى بيئة؟ كيف تنحقها التوازن من خلال حفاظ على بيئة سليمة إذن قلنا هذه مجبوضة من النص ضمن حقنا على الطبيعة أن نتولى الكشف عن أسرارها واستخراج خيراتها وطاقتها لصالح الإنسان لكن من حق الطبيعة علينا أن نحميها من التلوت والانخرام والاستنزاف بذلك نحدث توازن بين مطالب الإنسان ومطالب الطبيعة وبين حقوق كل من الطرفين كما قلنا كيف نحق التوازن بين مطالب الإنسان ومطالب الطبيعة هي ضمن حقنا على الطبيعة أن نتولى الكشف عن أسرارها واستخراج خيراتها وطاقتها لصالح الإنسان لكن من حق الطبيعة علينا أن نحميها من التلوت والانخرام والاستنزاف وبذلك نحدث توازنا بين مطالب الإنسان ومطالب الطبيعة وبين حقوق كل من الطرفين يعاني الإنسان اليوم من مشكلات بيئية متعددة ذكر الكاتب بعضا منها أتحدث عن مشكلات أخرى إذا الإنسان بشكل عام يعاني اليوم من مشكلات بيئية متعددة سوف نذكرون شيئا ما أذكرها للكاتب حال تلوث البحار والمحيطات تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث الإشعاعي، استنزاف المصادر الطبيعية إذن بعض المشكلات الطبيعة نتلوث البحار والمحيطات، تلوث الهواء، تلوث الإشعاعي، التلوث الإشعاعي، استنزاف المصادر الطبيعية أمر إلى أقرأ وأحلل أقترح عنوان آخر مناسب للنص إذن كعنوان آخر مناسب للنص عندنا الإنسان والبيئة أولا لنحافظ على بيئتنا وحقنا في بيئة صحية أنتم مختاروا اللي يبغيتوا عنوان أخر للنص الإنسان والبيئة لنحافظ على بيئتنا حقنا في بيئة صحية أحدد الفقرة التي تتضمن الفكرة الآتية تهديد الاحتباس الحراري للمجتمعات الإنسانية إذن الفقرة التي تضمن هذه الفكرة هي الفقرة الرابعة ما الفقرة التي يغلب عليها الخطاب التفسيري إذن شنية الفقرة من ناص لك يغلب عليها الخطاب التفسيري الفقرة الأولى والثانية فقرة الأولى والثانية إذن أبذي رأييي أناقش قول الكاتب حقوق البيئة ذات وجهين حقوق الإنسان على الطبيعة وحقوق الطبيعة على الإنسان إذن أتفق مع الكاتب في هذا الكلام لأن الإنسان من حقه أن يستفيد من هواء الطبيعة وما يهو أفوا من هواء الطبيعة وجميع خياراتها لكن من واجبه أن يحافظ على البيئة ويحميها من كل ما قد يضر بها إذن أتفق مع الكاتب في هذا الكلام لأن الإنسان من حقه أن يستفيد من هواء الطبيعة وجميع خياراتها لكن من واجبه أن يحافظ على البيئة ويحميها من كل ما قد يضر بها إذن أعزائي الكرام أعزائي الكريمات كان هذا هو النص الوظيفي بعنون الحق في بيئة سليمة صفحة 161 إلى حدوة صفحة 162 من كتاب اللغة العربية في رحاب اللغة العربية السنة السادسة من التعليم الابتدائي أتمنى أنكم تكونوا السفد جمعنا في الفيديو هذا إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله دمتم في رعاية الله ومع السلامة شكرا